رجل أمريكي يملك ثروة هائلة وعنده شركات وأموال ولكنه لم يشعر بالسعادة يوم من الأيام وكان عنده موظف عربي مسلم يعمل في شركته وكان راتبه قليلا وكلما دخل عليه صاحب العمل الأمريكي رآه مبتسما وهو صاحب الملايين لم يبتسم بسعادة في يوم من الأيام فقال الأمريكي في نفسه أنا صاحب الشركة وأمتلك أموالا لا حصر لها ولا أبتسم ولا أشعر بسعادة أبدا وهذا الفقير الذي يعمل عندي أراه كل لحظة سعيدا ومتفائلا فجاءه في أحد الأيام وطلب الجلوس معه ففرح الموظف كثيرا ثم سأله صاحب العمل عن ابتسامته الدائمة فقال له أنا سعيد لأنني مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فسأله في دهشة هل يعني هذا أن المسلم سعيد طوال أيامه؟ كيف ذلك؟ قال الموظف المسلم له نعم المسلمون سعداء طوال أيامهم لأننا سمعنا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وأمورنا كلها بين السراء والضراء أما الضراء فهي صبر لله وأما السراء فهي شكر لله ولذلك حياتنا كلها سعادة في سعادة ثم أخرج له العامل صورة لطفلة جميلة وقال لصاحب العمل هذه صورة ابنتي ومنذ شهر علمت من زوجتي أنها مرضت وظلت في الفراش ثلاثة أيام ثم توفاها الله ورغم حب الشديد لها إلا أنني صبرت ولم أجزع فهي أمانة من الله رزقنا بها ثم استرد أمانته في الوقت الذي قدره وقد ألهمني الله الثبات والرضا وذهبت إلى عملي ولم يلاحظ أحد من أصدقائي في العمل بفقدان لابنتي فقد كنت أبتسم كعادتي لأني أعلم تماما بأن الله سيعوضني خيرا تأثر صاحب العمل من كلام الموظف الشاب ثم قال له أريد أن أدخل في هذا الدين قال الموظف اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله في نفس اليوم أعلن هذا الأمريكي عن عقد اجتماع لكل من بشركاته صباح الغد وفي الاجتماع قال أمام الجميع أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ثم انفجر يبكي أمام الناس فجاء من يريدون التخفيف عنه وبعد أن انتهى من البكاء سأله أحد الحاضرين ما الذي أبكاك؟ قال والله دخل في صدري فرح لم أشعر به منذ سنوات لقد تأكدت أن انشراح الصدر لا يكون بكثرة الأموال أو الأولاد ولا بالاستسلام لشهواتنا وفعل ما نريد فكل هذه المعاصي تأتي بالضيق أما انشراح الصدر فشعرت به لأول مرة حينما أيقنت أن لي ربا يسمعني ويراني ويخبرني بأن كل ما يحدث معي هو خير لي ومنذ إسلام هذا المليونير الأمريكي وهو يشعر بسعادة دائمة ويوميا يقرأ القرآن ويتصدق وينفق ولا تفوته صلاة بل وأقنع الكثير من أصدقائه حتى نطقوا بالشهادتين ودائما يقرأ لهم هذه الآية الكريمة أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله الذي نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية قشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تليل جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد ثابت بن قيس الأنصاري خطيب الأنصار وخطيب النبي صلى الله عليه وسلم وكان جهور الصوت خطيبا بليغا لما أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي دخل ثابت بيته وأغلق بابه وأخذ يبكي فافتقده رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما شأن ثابت يا رسول الله ما ندري شأنه إلا أنه قد أغلق بابه وهو يبكي فيه فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله ما شأنك قال يا رسول الله أنزل الله عليك هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي وأنا شديد الصوت وأخاف أن أكون قد حبط عملي قال له النبي قال له النبي لست منهم بل تعيش بخير وتموت بخير ثم أنزل الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يحب كل مختال فخور فأغلق بابه وقال ثابت وقال ثابت ما شأنه قال ثابت يا رسول الله أنزل الله عليك إن الله لا يحب كل مختال فخور والله إني لأحب الجمال وأحب أن أسود قومي قال النبي لست منهم بل تعيش حميدا وتقتل شهيدا أو يدخلك الله الجنة بسلام فلما كان يوم اليمامة خرج مع خالد بن الوليد إلى مسيلمة الكذاب فلما لقي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجم عليهم فانكشفوا قال ثابت لسالم مولى أبي حذيفة ما هكذا كنا نقاتل مع رسول الله ثم حفر كل واحد منهما حفرة فهجم عليهم القوم فثبت يقاتلان حتى استشهد رحمهم الله وكانت على ثابت درع له نفيسة فمر به رجل من المسلمين فأخذها فبينما رجل من المسلمين نائم إذ أتاه ثابت بن قيس في منامه فقال إني أوصيك بوصية إياك أن تقول هذا حلم فتضيع إني لما قتلت أمس مر بي رجل من المسلمين فأخذ درعي ومنزله أقصى العسكر وعند خبائه فرس يستن في طوله أي يمرح في حبله المشدود وقد كفأ على الدرع برمة أي قدر من الخزف وجعل فوق البرمة رحلا فأتي خالد بن الوليد فمره أن يبعث إلى درعي فيأخذها فإذا قدمت على خليفة رسول الله فأخبره أني علي من الدين كذا وكذا ولي من الدين كذا وكذا وفلان رقيقي عتيق فأتى الرجل خالد بن الوليد فأخبره فبعث إلى الدرع فنظر إلى خباء في أقصى العسكر فإذا عنده فرس يستن في طوله فنظر في الخباء فإذا ليس فيه أحد فدخلوا ورفعوا الرحل فإذا تحته برمة وإذا الدرع تحتها فأتى بها خالد بن الوليد فلما قدم المدينة حدث الرجل أبا بكر برؤيته فأجاز وصيته بعد موته فلا نعلم أحدا من المسلمين جوز وصيته بعد موته غير ثابت بن قيس رضي الله عنه وله شاهد من حديث أنس بن مالك والطبراني والترمذي محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما تزوج شاب من فتاة ليست على قدر كبير من الجمال ولكنها تمتلك قلبا سليما وحبا كبيرا لزوجها فكانت تحاول دائما إرضاءه بالتزين له ولكن في كل مرة تحاول فيها إسعاده وإرضاءه والظهور أمامه بشكل جميل كان يقبلها بالإعراض وبكسر خاطرها بل وفي أحد المرات أخذها بالقوة ليخسل لها وجهها وجعلها تنظر في المرآة لترى مستوى جمالها وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا فبكت الزوجة من الحزن والأسى ونامت في تلك الليلة مكسورة الخاطر وفي الصباح كان الزوج على موعد لمعرفة نتيجة تقدمه لوظيفة مميزة كان على ثقة كبيرة بالحصول عليها لثقافته وخوضه الاختبار بتركيز شديد وعندما أعلن المسؤول نتيجة الاختبار فوجئ الزوج بعدم نجاحه فحزن حزنا شديدا لدرجة البكاء فاستمع لأحد الناجحين يقول لصديق الله لو يوافق المسؤولون على أن أتنازل عن الوظيفة لهذا الشاب الباكي لا فعلت الآن وكل ثقة بأن الله سيعوضني فمن يجبر خاطر إنسان يجبر الله خاطره في هذه اللحظة تذكر الزوج أنه دائما ما كان يكسر بخاطر زوجته فندم كثيرا وعلم أن أعظم شيء في الدنيا هو جبر الخواطر ومن يومها وهو يتعامل مع زوجته بكل ود ومحبة وحصل على وظيفة ما كان يحلم بها قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب كان الإمام أحمد بن حنبل يريد أن يقضي ليلته في المسجد ولكن منع من المبيت فيه بواسطة حارس المسجد حاول معه الإمام ولكن دون جدوى فقال له الإمام سأنام موضع قدمي وبالفعل نام الإمام أحمد بن حنبل مكان موضع قدميه فقام حارس المسجد بجره لإبعاده من مكان المسجد وكان الإمام أحمد بن حنبل شيخا وقورا تبدو عليه ملامح الكبر فرآه خباز وهو يجرب هذه الهيئة فعرض عليه المبيت معه فذهب الإمام أحمد بن حمل مع الخباز الذي أكرمه ونعمه ثم ذهب الخباز لتحضير عجينه لعمل الخبز فسمع الإمام أحمد بن حمل الخباز يستغفر ويستغفر ومضى وقت طويل وهو على هذه الحالة فتعجب الإمام فلما أصبح سأل الإمام أحمد الخباز عن استغفاره في الليل فأجابه الخباز أنه طوال ما يحضر عجينه ويعجن فهو يستغفر فسأله الإمام أحمد وهل وجدت لاستغفارك ثمرة فقال الخباز نعم والله ما دعوت دعوة إلا أجيبت فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدراً ويمعدكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا والله ما دعوت دعوة إلا أجيبت إلا دعوة واحدة فقال له الإمام وما هي؟ فقال الخباز رؤية الإمام أحمد بن حنبل فرد عليه الإمام أحمد وقال أنا أحمد بن حنبل والله إني جررت إليك جراء من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون موسيقى 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 موسيقى